أكد وزير الدولة محافظ عدن أحمد خامد لملس على أهمية تدشين عمل مركز تنمية الإيرادات في ديوان عام السلطة المحلية في مكافحة الفساد والحد من التلاعب بإيرادات الدولة أوضح لملس في تصريح صحفي أن هذا النظام سيسهم في حفظ الجانب المالي وإبعاده عن شبهة الفساد والحد من التلاعب بإيرادات الدولة وزيادة العبئ على المواطنين وضمان تحصيل موارد الدولة إلى أوعيتها في البنك المركزي اليمني بشكل مباشر بالإضافة إلى الحفاظ على دافعي الرسوم من الابتزاز